قبل ما نتعلم ازاي نطلع الارباح بتاعتنا لازم نفهم ان اللوجيك بتاعها مختلف تماما عن اللوجيك بتاع اجمالي عدد الكتب انا هنا عشان اطلع اجمالي الارباح فانا بطلع اجمالي الارباح اللي جايالي من الكتب المباعة زائد ايه؟ زائد الارباح اللي جايالي من الكتب المستعارة او المستأجرة تمام؟ فلازم اجمع دي على دي هي مش دي برضو بتطلع الارباح يبقى لازم احطها هنا عندي في اجمالي الارباح وبعد كده بقى نبدأ ان احنا نصنفهم مع بعض ولكن الاول انا بكلمك على ايه على اجمالي الارباح طيب عشان برضو نستفهم مع بعض لو جيت هنا وعملت كتاب جديد وهليكن مثلا تست ستة او ايا كان يعني وجيت وقلتلك ان الكتاب ده في اليوم الواحد بدولار ونص تمام والكتاب ده هيتم استقجاره عشر تيام يعني اجمال الارباح اللي هتطلع لان الكتاب ده كام خمستاشر دولار انا طلعت الخمستاشر دول منين انا ضربت الرقم ده في الرقم ده لا انا مش عاوز كده انا عاوز اعمل عندي هنا فلد يحسب لي الحزبة دي بدون ما انا اتدخل بدون ما اكتب له كلمة خمستاشر دولار عاوزه هو اللي يحسبها لي تمام يحسبها لي ويسجلها لي في قاعدة البيانات عشان ابدأ استخدمها بعد كده فهمته هنقصد ايه تعال بس كده لما نكمل هقول له الكتاب ده للاستجار وهضغط دلوقتي على اضافة الكتاب ده تمام فهلاقي ان الكتاب ده عندي اضاف هنا اهو واليوم بدولار ونص تعال بقى لما نبدأ نعمل الفيلد ده طالما قلت لك فيلد يبقى هنروح فين هنروح عندنا في التطبيق بتاعنا وهروح عندي في المودلز وفي اي مكان عادي خالص هنعمل فيلد جديد هاجي مثلا عندي هنا تحت الرينتل دي بحيس بس ان انا شغل يكون منطقه وكده اعمل لي فيلد جديد اسمه total رنتل واختصارا للوقت تعالى كده لما ناخد دي كده كوبي وحطاه هنا دي هتكون تمام وطبعا الماكس ديجيتس بتاعتها اللي هو طول الارقام بتاعته خمسة والارقام اللي بعد الفصلة اتنين وكمان اقدر ان انا احفظه فاضي عادي جدا لان فيه كتب مش هتكون معروضة للاجار فلازم اسيب ده ان انا اقدر احفظه فاضي طالما اضفت فيلد جديد يبقى لازم اعمله ميك مايجريشنز هقول له بايثون مانج دوت بي واي ميك مايجريشنز واضغط انتر فقال لي تمام وبعد ما بعمل ميك مايجريشنز بعمل مايجريت مايجريت واضغط على انتر قال لي تمام جدا هعمل دلوقتي بقى رن للسيرفر قال لي تمام مفيش اي مشكلة عملنا الفلد الجديد تعالى بقى لما نسجله عندنا في الفورمز تمام عشان يبدأ يظهر لي بقى في الفورم بتاعت ايه عشان بس الناس ما تنساش معانا الفورم اللي يسمى بوك فورم اللي هي واخدة من الكلاس اللي اسمه بوك اللي انا عملت فيه الفلد ده اتلي التوتل رنتل دي كابي وحطها عندك هنا وبرضو هتجيلي هنا عشان حتى تكون منصقة واحد يقول لي منصقة ازاي هقول له بص يا معلم لو انا عملت هنا وجيت وضغطت على كلمة اضافة كتاب مش هلاقيها منصقة هلاقي كلهم منصقين وشكلهم جميل الا دي فلازم ان انا انصقها طب انصقها ازاي هاجي عندي هنا وتعالى كده لما نعمل واحدة جديدة وهحط فيها كلمة رنتل توتل فيبقى عندي سعر الايجار في اليوم وعندي عدد الايام اللي هيتم الايجار فيها وعندي اجمالي سعر الايجار تمام؟ تعالى كده بقى لما نعمل ونبدأ ان احنا نشوف هقول له دلوقتي اضافة كتاب فظهر لي ايه؟ ظهر لي التوتل رنتل ولكن طبعا لو كتبت مثلا هنا اتنين وهنا مثلا عشرة مفيش حاجة ظهرت يبقى هعمل ايه؟ يبقى تعالى بقى نبدأ نشتغل مبدئيا كده لازم ادي لكل واحدة في دول اي دي مختلف عن التانية هو انا هنا مش في الاتريبيوتس عرفت اضيف كلاس انا هنا او عرفت اضيف كلاس فبنفس الطريقة هاجي هنا كومة لازم الكومة دي مهمة جدا خلي بالك انا بكتب فين؟ بكتب جوه البراكت فهقول له عندك اي دي نقطتين فوق بعض تعالى بس عشان الحاجات دي نقطتين فوق بعض واعمل لي سنجل كوت واكتب لي الاي دي بتاعك وليكن مثلا هقول له رنتل برايس او ايا كان فده الاي دي بتاعه اللي هو السعر الكتاب عاوز بقى اعمل اي دي لمدة الكتاب مدة الاستئجار فهاخد دي كده copy وحطها هنا وكمال انا عاوز اعمل اي دي هنا فهتعالى كده لما نغير الاي دي ده فهكتب مثلا رين رنتل ديز ايا كان مش مشكلة وده توتال رنتل مش مهم المسميات بقى سمي انت المسمة الصح بتاعها خلاص عملنا لكل واحد فيهم اي دي لازم نفتكرهم بقى حتى هسيبها مفتوحة قدامي كده وهفتح عندي ايه البيز وما تقلقاش خالص ده هما سطرين بس اللي هيتكتبوه انا عاوز اعمل ايه بس ببساطة كده عشان الناس تكون فاهمة انا عاوز بمجرد ما اكتب هنا مش هنا بمجرد ما اكتب مثلا خمسة يقوم مضرب لي الاتنين دول في بعض تمام مش لما اكتب هنا لا انا عاوز لما اكتب في المربع ده المربع الاخير يبدأ ان هو يضربهم لي ويطلع لي الناتج هنا فهمتو هاجيب عندي ال اي دي تعالك كده ال اي دي بتاع المربع ده فالمربع ده كان اسمه عندي ايه كان اسمه عندي اللي هو الايام لو انا مثلا هاخده عشر ايام خمس ايام وهكذا وطبعا بما ان هو اي دي فانا بكتب علامة الشباك انا هقول له هنا ايه هل هقول له كليك انا هضغط بالماوس لا انا مش هضغط بالماوس انا عاوز اقول له لما اضغط بالكيبورد فهقول له كي اب كي اب لما اكتب عليك بالكيبورد هتعمل ايه هتعمل لي فانكشن الفانكشن دي هتكون عبارة عن ضرب المربعين دول في بعض اللي هو المربع ده في المربع ده ببساطة شديدة عاوز اجيب الايد بتاع اخر واحدة لان هو ده اللي هارت في ناتج فاجيب الايد بتاع اي بتاع التوتيل وهك включه عند من言دي هنا طبعا بعد الهشتاج dot val يعني ايه val بقى يعني ال value انا عاوز ال value هو اللي يتغير تمام عاوز ال value هو اللي يتغير مش اللي بتكتب هنا ده كده value اللي بتكتب هنا يعني الخامسة دي كده الفاليو بتاع الانبوت ده وصلت فانا عاوز الفاليو اللي هنا يتغير طب هيتغير بايه هيتغير بحصل ضرب اللي اتنين دول في بعض او بحصل ضرب الفاليو بتاع ده في الفاليو بتاع ده فهمته فالاول هجيب الايد الاولاني اللي هو ده وحطه عندي هنا dot val الفاليو بتاع ده هيكون مضروب في ايه هيكون مضروب في علامة الدولار هشتاج واجيب عندي اول واحدة اللي هي دي الايد ده اللي احنا ما استخدمناهش تقريبا لحد دلوقتي فانا هضربه في ده dot val في الفاليو اللي موجود جواه بس كده على كده لما نشوف هعمل عندي هنا وهاجي مسلا هنا اضيف كتاب مش مهم الاضافة المهم بس ان انا اشوف فهقولك مسلا في الرينتل سعره في اليوم الواحد اربعة دولار مثلا يعني وهيتم استقجاره شايف بص شايف كتاب لك هنا اربعة لانه واحد في اربعة باربعة هيتقجر عشر تيام فقال لك ايه قال لك اربعين وصلت فالتوتل بتاعه اربعين بدون ما انا اكتب هنا حاجة تمام ده المطلوب عندي عشان في النهاية هو ده اللي انا هستخدمه انا مش هستخدمه ولا ده ولا ده تمام هو ده بس اللي انا هستخدمه فبس كده اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم